قبل ما نقدمها من الرش عليها هيك ضربة بقدونس عالوج يالا الروعة شوفوا الجمال شوفوا الفخامة يا سلام الله شوفوا شوفوا الروعة خلينا اليوم نعمل نحن وياكم وصفة لازانيا كتير طيبة بمقاديرة واندماج هاي دي السلستان اللي احنا عملهم طيبين طبعا اللي احنا عمل السوس ابيض مع الدجاج السوس احمر بس ولكن شي لح يكون كتير طيب كتير لذيذ وما تنسوا تشتركوا بالقناة طلع دعم وتعملوا لايك وشير لهيدا الفيديو فهلا خلونا نروح نعمل هاي دي اللازانيا الطيبة ما تفوتوا ولا لحظة منها عندي كسرول على النار بداية تم باننا ببلش نطلع بهيدا السوس الطيب عندي زيت زيتون لح اوضع حوالي بلعق طاعة ونص طعام من زيت الزيتون عندي هون ميتان وخمسين جرام دجاج في لام افطع وكاس دورا كما هم تشوفوا هون طبعا بدي خليه اللي يسكوا عندي بهيدا الوقت عندي هون بصلة صغيرة حسين توم بدي فرمهم بشكل ناعم كمان توم بدي فرمه نقلب الدجاج بهيدا الشكل ليستوا عندي هلا قرب يستوا عندي الدجاج بدي ضيف البصل والتوم وبدي اقلب البصل والتوم مع هيدا الدجاج بتقلب عندي البصل والتوم بدي باشر اطلع بالسوس عندي هون زبدة لح اوضع تقريبا ملعقتين ونص طعام من الزبدة ونبلش نقلبن هون بحصل على الخواص اللي بقيت عندي بكعب المقلاية وبلش يطلع عندي هيدا الطاقم شوفو شوية حبق او ريحان اخضر منضيفن نحركن حركة صغيرة شو ها الريحة من بعدها منضيف ملعقتين طعام من الطحين طحين متعدد الاستعمالات ومنبلش نقلبه مع هيدا المكونات نطبخ هيدا الطحين تقريبا شي نص دقيقة مع هالمكونات شوفو عندي مع اروع الخليط كيف صار مليء بالنكهة وهلأ بنباشر بوضع مرق الدجاج ومنحرك بداية هستعين بشريط الخفق بنحرك اول شي ليختلط هيدا الطحين مع هيدا المكونات ويروح التكتل ونرجع منضيف المرق المرق فاتر عندي وعم نستمر بالتحريك من بعد ما اضفنا المرق عندي نصف كوب من الحليب السائل كامل الدسم بتضيفه وابدي احرك وضعنا نحن كوب وثلاثة ربع من مرق الدجاج ونصف كوب من الحليب السائل كامل الدسم وعم نحرك متل ما هم تشوفو هلا هيبلش يشتد عندي هيدا الخليط خليني حطله رشة فلفل ابيض وبرش صغيرة من جوسط الطيب اخيرا وليس اخرا جزرة كبيرة مسلوقة وكساية متوسطة مسلوقة واجهزين بدي اوضعهم مع هيدا الخليط يا سلام طبعا نخليه شوي على النار ليرجع يشتد عندي بشكل بطلوب وبيكون عندي جاهز هلا صار عندي هيدا السوس جاهز بهيدا القوام بدي ارفعه على النار شوفه ما احلى طبعا نوعية الطحين بتختلف يعني ممكن تحتاجه طحين عقل طحين زيادة شوي بيختلف نوعية الطحين بالشر سوسط الطماطم ولقصها من هكي سريعة وبدنا نستعمل كمية عليلة فيها بهيدا الوصفة عندي بداية هون تنجرة صغيرة على النار زيت زيتون حوالي ملعقة ونص طعام خليون يحموا شوي هلأ منسقطلن نحص طوم مفروم خليه بقالة عندي على النار متوسطة بس لا يبلش يحمر لانه بدي هيدا المكهة من الطوم اوكي سوفوا عندي مجرد ما يبلش لونه يشأر على نار متوسطة عندي طماطم مهروسة مأشرة هيدا الطماطم جبت حبتين طماطم أشرتن وطحنتن على الخلاط اوكي بشديدة يفضل ما تكون مستوية شوية طماطم عشان يطلع لونه وطعمتها طيبة قلع ضفناها طبعا بدنا مملح حطلنا شوية فلفل أسود ملعقة طعام معجون طماطم نصف ملعقة شاي سكر بنحركهم مع بعض سويا طبعا كمية بسيطة بدي اتركها على نار خفيفة شي دقيقتين لتستوي عندي الطماطم ويطلع العسيد منها والسكر اللي حطينيه بشيل العسيد هلا شوفوا عندي كيف هيدا الصلصة جاهزة صارت قبل ما نشيلها على النار كم ورقة ريحان هيكي بنحركهم معها بيعطونا نكهة ومنتركها تقريبا شي ثلاثين ثانية ومننفعها على النار طيب عندي وعاق هوني عادة في لازانيا اذا كان في كتير سوس ما بحاجة انو نسلقها لحنزلها فقط بالماء تقريبا شي دقيقة ونص مي مغلية لتطرع عندي ومنكمل الوصفة هلا متما عم تشوفوا عندي هوني لازانيا تقريبا شي تسع شرحات عم بستعمل بدي حطهم بوعاء اوكي بهيدا الشكل رشلنا رشة ملح هيكي مرتبة وعا بدي ادلق فوقهم المي المغلية اوكي نيح انو شوية هيكي بعادهم عن بعض طيب عندي هوني صحن فرن زجاجي بتحمل حرارة بدي باشر بعمل هايدي الطبقات بداية بالكعب بدي حط طبقة بسيطة من سلسة الطماطم اللي عملناها وبدينا نباشر بوضع شرحات اللازانيا اللي سلقناها شوي شوفوا ما احليها هلا خلينا نحط السوس الابيض شوفوا عندي بس برد شوي كيف شد خلينا نوزع هيكي هلا المتوفر عنده انا عم بستعمل هوني جبنة بارميزون بارميزون وها بدي ارجع رش جبنة موزاريلا شوي نرجع نحط طبقة من اللازانيا نرجع كمان لسلسة الطماطم ضربة هيكي حلوة كمان هون بدي نحط له جبنة شوية كمان جبنة بارميزون لازانيا لازانيا السوس الابيض الرائع مع الدجاج جبنة بارميزون جبنة موزاريلا كمان لازانيا بنحط فوقها السوس الاحمر هاي دي اخر طبقة طبعا لح تكون احمر وابيض مع بعض كمان بدنا نوزعن بهيدا الشكل ما كتير منخلطهم مع بعض بس توزيع كمان بارميزون وهلق منغطي بجبنة الموزاريلا من بعد ما نغطيها بالموزاريلا بهيدا الشكل دربة اوريغانو حسب الرغبة هاي دي بحبها انا هيكي على الوجه اوريغانو هو زعتر ايطالة بره لون الجبنة رائع جدا ما بنا نحمره كتير من فوق مش نضل الجبنة هيكي الجوسي وردبة دا خناعة فرن محمى مسبقا درجة الحرارة مئة وخمسة وسبعين سيلسيوس خمسة وثلينتي دقيقة من الاسفل حطيناها بنص الفرن وارجعنا وولعنا من الاعلى خمس ست دقايق هيكي لدابة الجبنة وتنغنغت وصارت انا بهيدا الشكل رائع جدا قابل ما نقدمها من الرش عليها هيكي ضربة بقدونس على الوجه يالا الروا شوفوا الجمال شوفوا الفخامة الله اللازانيا مليئة بالمكة يا سلام يا سلام الله شوفوا الجمال شوفوا الروا بسم الله هايدي غير مشاهدين العزاء هايدي غير لازانيا اللي بتاكلوها اول اللي اكلتوها ابدا عزائي المشاهدين وصفة مقتتفوت مش هتعرفوا ايه متى الا لا تجاربوها لذلك جاربوها نصيحتي شوفكم ان شاء الله بحلقة مقبلة